لم يسلم أكرم إمام أغلو من نيران أردوغان بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول بداية من وضع استراتيجية للحد من صلاحياته ومنعه من كشف ملفات الفساد مروراً بمحاكمة كل من ساهم في فوزه من حزب الشعب الجمهوري وصولاً إلى إطلاق الشائعات والتصريحات الكاذبة بسمه واستمرت الحكومة التركية في تكثيف خطواتها الانتقامية ضد أغلو الذي فاز بالانتخابات البلدية المعادة على مراشح هزب العدالة والتنمية من علي يلدرم واستغلت هذه المرة حملات التحريض المتزايدة ضد لاجئين السوريين في المدن التركية للنيل من سمعة الرجل وتقديمه باعتباره أنه هو الذي يقف وراءها وسائل إعلام تركية بدرت بنفي تلك الشائعات مشيرة إلى أن رئيس بلدية اسطنبول كان قد أعلن عن دعمه الكامل للاجئين السوريين في بلاده وأن تأمين ظروف معيشية إنسانية للسوريين هو من أولوياته هاجم أغلو أسلوب أردوغان في إدارة قضية اللاجئين مؤكداً أن تركيا أطلقتهم في الولايات دون أي ضابط وكانت النتيجة وضع صعب يعيشه هؤلاء في مقابل ذلك أطلق علي بن يلدرم تهديدات ضد السوريين سعياً منه لكسب المزيد من أصوات الناخبين ترجمة نانسي قنقر